اللهم صلى على سيدنا محمد احنا خلصنا هذا السؤال طبعا اه الدعم البياني يعني بيين لك دعم بياني هذا الرسم تطلع عليه يعني وين العظمة المحلية والصغرى المحلية وجينا عند سؤال اتحقق من من فهمي برضو بيحكي لك جدا القيم القصوى المحلية يعني العظمة المحلية ويشو الصغرى المحلية ان وجدت للاقتران ها لهذا الاقتران طبعا الاقتران اللي عندي هايو اف اكس بيساوي هادا الكلام ايو اف اكس يساوي اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد في ايه في اوس اكس طبعا اول خطوة هشتق اشتقي يلا اف فتحة للا اكس اف فتحة للا اكس هتساوي هادي مشتقة ضرب اكس ناقص واحد في اي اوس اكس هادي مشتقة ضربة يستاذ هادي منتبه الاول اكس ناقص واحد في مشتقة التاني اي اوس اكس مشتقة اي اوس اكس اي اوس اكس زائد التاني اللي هو اي اوس اكس في مشتقة الاول اللي هو واحد وهاخد اي اوس اكس عامل عامل مشترك هيضل عندي هون اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد وفيه هناك زائد زائد واحد ناقص واحد مع زائد واحد يعني صار عندي اكس في اي اوس اكس تمام اكس اي اوس اكس المشتقة صفت اكس اي اوس اكس تساوي المشتقة بصفر اف فتحة بسويها بصفر هادي لما تساوي صفر معناته اما اكس بتساوي صفر واما اي اوس اكس بتساوي صفر واحنا اتفقنا الاي اوس اكس لا يمكن تساوي صفر لان الاي اوس اكس دايما الاي اوس اكس دايما اكبر من الصفر يعني موجبة دائما اذا انطلع عندي قيمة واحدة لأكس اللي هي اكس تساوي ايش صفر روح الان على خط الاعداد هاي عندك خط الاعداد. هون سالب ما لنهاية. وهون ما لنهاية. وهون عندي طلعت عندي اكس بتسوي ايش? اكس بتسوي صفر. وبدنا نحدد اشارة اف فتحة. طيب وين الاف فتحة? الاف فتحة صفت معي في الاخر اخر اخر اشي? اكس اي اوس اكس. طب واحنا اتفقنا الاي اوس اكس هدا ما لهم? الاي اوس اكس هاي دايما موجبة. اذا الاشارة هتعمد على الاكس. طيب لو خدت عدد اكبر من صفر اكس. خد مثلا واحد. الاكس هتطلع واحد. يعني موجب. اذا الاشارة هون موجبة. واصلا الاكس هاد احنا بنسميه. الاكس هاد بنسميه يا جماعة. الاكس. هذا يعتبر خطي. ايش يعني خطي يا استاذ? يعني درجة. درجة اولى. خطي يعني درجة اولى. درجة اولى بيطلع له قيمة واحدة. الدرجة الاولى دايما بيطلع له قيمة واحدة. والاشارة هون نفس. وهون عكس. دايما الخطي. الخطي دائما بيطلع نفس عكس. نفس معامل اكس طبعا. نفس اشارة معامل اكس. نفس اشارة. نفس اشارة. معامل. معامل اكس. وعكس اشارة معامل اكس. فلما نيجي هون معامل الإكس هون يعتبر واحد إذن إشارته موجب إذن نفس عكس هون موجب وهون إيش وهون سالب طبعا لما نحكي سالب الآن الإف إذا كانت إشارة المشتقة سالبة الإقتران بيكون متناقص وإذا كانت إشارة المشتقة موجبة الإقتران بيكون متزايد طيب عندي هون واد إذن عند الصفر إذن إف في صفر إف صفر شو بتساوي هنعود في الإقتران الأصلي طبعا صفر ناقص واحد سالب واحد إيقص صفر إيقص صفر واحد إيقص صفر واحد في سالب واحد تطلع سالب واحد إف صفر بتساوي سالب واحد ما لها صغراء قيمة صغراء إيش قيمة صغراء محلية اللي هي سالب واحد للإقتران قيمة صغراء محلية هي إف صفر يساوي سالب واحد أو للإقتران قيمة صغراء محلية عندما إكس تساوي صفر عندما إكس بتساوي بتساوي صفر سهل سهل جدا زي ما أنتم شايفين يبقى اشتقيت سويت المشتقة بصفر حددت الإشارة بما إنها سالب من سالب لموجب هيك إذن هون في صغراء محلية أف صفر يساوي سالب واحد قيمة صغراء قيمة صغراء محلية طيب كمان سؤال بعطيني اف اكس يساوي اكس تربيع نقص أربعة قوة اتنين اتنين على ثلاثة اللي هو هيك يعني المفروض اف اكس بيساوي قوة اتنين على ثلاثة يعني جذر تكعيبة لأكس تربيع نقص أربعة قوة قوة اتنين هيك الاقتراك جذر تكعيبة اكس تربيع نقص أربعة قوة قوة اتنين طيب جذر تكعيب ما فيش اشكالية الجذر التكعيب اشتق الجذر التكعيب اشتق فهاشتق طبعا اف فتحة للأكس F فتحة للـ X طبعاً أنا مش هشتق من الجذر هاد هشتق من هداك طبعاً هشتق من هاد المشتق من هاد لنحن نحول الجذر التكعيب بنزل القوة بتصير 2 على 3 والقوة زي ما هو طبعاً X تربيع ناقص 4 قوة 2 ناقص 3 اللي هي سالب 1 على 3 الاشتقاك طبعاً يا جماعة واشتق هاد اللي هو إيش 2 2X والله يرضى عنك رتب لي إياه هذا الكلام حاضر برتب لك إياه في عندي هون 2 في 2X بتصير 4X فوق و تحت تحت الكسر في عندك 3 وهنرجع الجذر التكعيبي بتصير الجذر التكعيبي لمين لX تربيع ناقص 4 قوة قوة 1 يبقى أنا عندي فوق 2 بـ 2X اللي هي 4X تحت 3 وهذا سالب بنزله في المقام 1 على 3 يعني 1 على 3 يرجع جذر جذر تكعيب حي المشتقة صليتوا عن نبي اللهم صلى عزيلا محمد أستاذ المشتقة طلعت بست ومقى تمام إذن أنت هتحكيلي الآن هتحكيلي أنه المشتقة F بتساوي F بتساوي صفر يعني الباست هو اللي بيساوي صفر طب الباست 4X 4X بتساوي صفر معناته X هتساوي صفر يبقى هاي قيمة للX تمام وهتحكيلي المشتقة غير موجودة لما المقام هو اللي بيساوي صفر وإذا ساويت المقام بصفر الـ الـ اللي هو المعامل والجذر إنساك منهم X تربيع نقص 4 بتساوي صفر X تربيع نقص 4 بتساوي صفر بطلع عندك X بتساوي 2 وكمان X بتساوي إيش سالب سالب 2 معروف ليش طبعا X تربيع نقص 4 بتساوي صفر إنقل 4 أخذ الجذر بطلع عندك X بتساوي 2 وX بتساوي إيش سالب 2 إذن هاي قيم X هاي قيم X X X X بتساوي 2 X بتساوي سالب سالب 2 هاي المشتقة اللي بدي أحدد إشارتها ماشي هاي المشتقة اللي بدي أحدد إشارتها يا جماعة كيف هتحدد الإشارة يا أستاذ اللهم صلى الله عليه وسلم كيف هتحدد الإشارة يا أستاذ أنا هحدد لكم الإشارة يا جماعة الآن بطريقتين هحدد الإشارة بطريقتين طب أستاذ بعد ما تحدد الإشارة بطريقتين بعد هيك إحنا نحل ناخد اللي بتعجبنا الطريقة اللي بتعجبنا ونمشي عليها لا مش هيك بالزبط المفروض تعرفوا الطريقتين لأنه فيه طريقة بتكون سهلة مع بعض الأسئلة وصعبة مع بعض الأسئلة الطريقة التانية برضو بتكون سهلة مع بعض الأسئلة وصعبة مع بعض الأسئلة فلتأعرف الطريقتين عشان لما يجيك سؤال يا ترى اختار الطريقة هاي ولا اختار الطريقة هاي فأنا هعطيكم الآن الطريقتين لتحديد الإشارة إيش الطريقتين يا أستاذ هأخذ الطريقة الأولى الطريقة الأولى هيها هحط خط الاعداد عندي صفر وعندي سالب اتنين وعندي مين وعندي اتنين وطبعا هون ما لنهاية وهون سالب ما لنهاية واحنا لا تنشو بنحدد اشارة F فتحة اشارة المشتق اشارة F الفتحة اشارة المشتق شو الطريقة الاولية اللي هتستخدمها استاذ طريقة التعويض اختبار عدد اختبار قيمة باختبار قيمة خد لك قيمة بين السالب اتنين والسالب ما لنهاية قيمة بين السالب اتنين والسالب ما هاخد سالب ثلاثة هاخد سالب ثلاثة واعوضها الان في المشتق اعوض السالب ثلاثة في المشتق طيب عوض اربعة بسالب ثلاثة سالب اتناشة يبقى إذن البسط سالب اتناشة. أنا ما بيهم من القيمة. أنا في سالب. المهم البسط طلعه سالب. أربعة بسالب ثلاثة سالب اتناشة. طيب. أنا خد سالب ثلاثة. سالب ثلاثة تربيع تسعة. تسعة نقص أربعة خمسة. يعني الجذر التكعيبي لخمسة. وهون فيه ثلاثة. طيب. واضح إن البسط موجب. البسط عفوا سالب. والمقام والمقام موجب. سالب تقسيم موجب. بعطيني هون إيش؟ بعطيني هون سالب. أنا ما بيهم من القيمة قديش طلعت. اتناشة أو ثلاثة الجذر التكعيبي لخمسة. أنا بيهمني إن البسط طلع سالب. والمقام طلع موجب. فسالب تقسيم موجب. بعطيني هون سالب. طيب. هكرر نفس الموضوع. خد قيمة بين سالب اتنين وصفر. هاخد سالب واحد. هاخد سالب واحد. أربعة بسالب واحد. سالب أربعة. يعني البسط سالب. أنا بيهمني إن البسط طلع سالب. سالب واحد. سالب واحد تربيع واحد. واحد نقص أربعة سالب تلاتة. فالمقام برضو طلع سالب. سالب تقسيم سالب. هيعطيني هون إيش؟ هيعطيني هون موجب. ممتاز. خد قيمة بين صفر واثنين. هاخد الواحد. أربعة بواحد أربعة. يعني البسط طلع موجب. أنا خدت الواحد. واحد تربيع واحد. واحد نقص أربعة سالب. إذا انتحت سالب. موجب تقسيم سالب بعطيني هون سالب. طب خد قيمة أكبر من اتنين. هاخد تلات. اربعة بتلاتة اطناش يعني فوق موجب. تلاتة تربع تسعة نقصة اربعة خمسة يعني موجب برضو. موجب تقسيم موجب بعطيني هون ايش? بعطيني هون موجب. يبقى هاي اول طريقة لها طريقة التعود. خد قيم واختبر القيم في المشتقة. في المشتقة بحكي. والاشارة اللي تطلع معاك حط الاشارة. انا ما بيهمني القيمة قديش? انا بيهمني الاشارة. انا بيهمني ايش? الاشارة. هاي اول طريقة. هاي اول طريقة. طبعا هون. محطوا هون هيك. طبعا سالب. موجب. سالب. ايش? موجب. ماشي يا جماعة الخير? هاي اول طريقة في تحديد الاشارة. طب الطريقة التانية يا استاذ. الطريقة التانية كالتالي. ركزوا معي. انا عندي بسط. وعندي مين? وعندي مقاب. البسط أربعة إكس. البسط هاخد البسط لحاله. البسط اللي هو أربعة إكس. هذا خطي. طلعت منه إكس بتساوه صفر. فيه فبعمل هيك. إكس بتساوه صفر. هاي الطريقة التانية الآن. البسط لحاله. الخطي معروف هون نفس. معامل إكس يعني موجب. معامل إكس موجب وهون عكس. هاي البسط لحاله. والمقام لحاله. المقام اللي هو إكس تربيع ناقص أربعة. طب ما هو إكس تربيع ناقص أربعة يا أستاذ. إكس تربيع ناقص أربعة ما هو طلع عندي إكس بتساوي. سالب اثنين وإكس بتساوي اثنين. اللي هو هات. لما خدت إكس تربيع سوا أربعة اللي والمقام يساوي صفر. إكس تربيع ناقص أربعة طلعت إكس يساوي اثنين وإكس يساوي سالب اثنين. طب هذا تربيعي. وطلع له جوابين. إذن الإشارة نفس معامل إكس تربيعي. يعني موجب. إذن هون موجب. هون سالب. هون موجب. طيب هذا المقام. البسط هو المقام. بعدين شو بتعمل يا أستاذ. بقسمهم على بعض. بعمل هيك. بنزل الصفر. بنزل اللي اثنين. بنزل السالب اثنين. وبقسمهم على بعض. موجب. تقسيم موجب. بعطيني هون موجب. موجب. تقسيم سالب. بعطيني هون سالب في الغرفة هاي. الغرفة سالب. تقسيم سالب. بعطيني موجب. والغرفة الأخيرة سالب. تقسيم موجب. بعطيني إيش؟ بعطيني سالب. اللي هي نفس النتيجة. النتيجة هاي. إذن الطريقتين. الطريقة الأولى. اللي هي اختبار قيم. وعوضها واشوف الجواب بطلع موجب ولا سالب. الطريقة التانية البسط لحاله خطي. المقام لحاله تربيعي. سويت اشارة البسط لحاله الخطي نفس عكس. والتربيع اذا طلع له جاوبين نفس عكس نفس. وقسمتهم على بعض. نزلت القيم. سالب اتنين صفر اتنين. طلع عندي اربع غرف. واحد اتنين تلاتة اربع. بقسم. موجب تقسيم موجب بعطيك موجب. موجب تقسيم سالب بعطيك سالب. سالب تقسيم سالب بعطيك موجب. سالب تقسيم موجب بعطينا سالب. اللي هي نفس النتيجة. النتيجة هاي. يبقى عندك هاي الطريقتين اعرفوهم. طيب. بما ان عرفنا الطريقتين خلاص يا استاذ. نيجي الان لتحديد. اذا صورة. هيطلع عندي صورة السالب اتنين. اف. اف سالب اتنين صورتها. اكيد هتطلع صورة محلية قيمة. صورة الصفر اف. صفر اكيد هتطلع قيمة. عظمى محلية. وصورة الاتنين اف للاتنين اكيد هتطلع قيمة. ايش صورة. محلية. طبعا انا من وين بجيب الصور ما اسمها اف. يعني بتعوض في الاف نفسها. الاف نفسها شو كانت? الاف نفسها كانت الجذر التكعيبي. اكس تربيع ناقص اربعة تربيع. الجذر التكعيبي. اكس تربيع. ناقص اربعة. الكل. الكل تربيع. يعني عوض زي ما بدك الان وطلع القيمة. صورة السالب اتنين. سالب اتنين تربيع اربعة. اربعة ناقص اربعة صفر. صورة السالب اتنين هتطلع صفر. طب صورة الصفر. صفر تربيع صفر. سالب اربعة. تربيع. ستاش. الجذر التكعيبي للستطاش. عوض اللي اتنين هتطلع برضو ايش? هتطلع عندك صفر. يبقى هاي احنا هيك حلينا حلينا السؤال. الحمد لله. يبقى سريعا سريعا معطيني السؤال هاد اكس تربيع ناقص اربعة قوة اتنين على ثلاثة اللي هو هاد. اكس تربيع ناقص اربعة قوة اتنين على ثلاثة جذر. اشتقيت? اشتقيت هادا طبعا. رتبته. طلعت المشتقة بسط ومقام. البسط بيساوي صفر. بساوي البسط بصفر. ماشي. المشتقة تساوي صفر لما البسط يساوي صفر. لما نساوي البسط بصفر اربعة اكس بتساوي صفر. بتعطيني اكس بتساوي صفر. المشتقة غير موجودة لما المقام يساوي صفر. سوينا المقام بصفر طلع اكس اساو اتنين اكس اساو سالب اتنين. ازا قيم اكس اللي طلعت ما هيها. سالب اتنين وصفر واتنين. ضل نحدد اشارة المشتقة وبناء على اشارة المشتقة. بنحدد اف فهل هو متزايد ولا متناقص. تناقص تزايد تناقص تزايد. ازا هون في صغرى محلية عظمى محلية صغرى محلية. تحديد الاشارة. تحديد الاشارة حبايبي. حدد تلكه طريقته. يا اما طريقة التعويض اختبار القيم. يا اما الملاحظات. البسط لحال والمقام لحال. وبنقسمهم على بعض. وبنكتب القيم اللي طلعت ايش? اللي طلعت عندي. تمام هذا السؤال? في اي اشكالية? لا يا استاذ. نمور تمام. ومية بالمية. في دعم بيانة هذا. منه مثال. هاي عملي الدعم ايش? دعم البيانة. دعم البيانة زي ما انتم شايفين. هون هيها. في عظمى محلية. هون هيها. في صغرى محلية. جاي هيك. وهذاك جاي جبل هيك. وهذا جاي واد. وشكله زي هيك. هم برضو ايش? في صغرى محلية. هذا ايش? الدعم البياني. في سؤال بعدي كمان هيو. اتحقق من فهمي. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. خلينا هينا مشيين وبنحل.